بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين نكمل على بركة الله حل التمارين حول الجذر في الجزء الخامس طبعا دائما قبل أن أبدأ حل التمارين أحاول أنني أعطيكم بعض النصائح في كل فيديو ربما هذه النصائح لا تعجبكم لكنني أتكلم لمصلحتكم أنا لا أكذب عليك ربما أنت تكذب على نفسك لكن أنا لن أكذب على نفسي ولن أكذب عليك يا أحبائي الدراسة إذا كنت تريد أن تنجح يجب أن تجتهد لدينا مشكلة في التلاميذ أنهم يحبون النجاح لكن لا يحبون الإجتهاد وهذا مستحيل إذا أردت أن تنجح يجب أن تجتهد يعني ليس الكل يطلب حل التمارين حل التمارين ولماذا لا تحل بنفسك لقد قمت بشرح الدرس شرحا مفصلا وشرحا بسيطا لماذا شرحت الدرس كي تتعلم كيف تحل وحدك أنت تعتمد على الأستاذ تعتمد على والديك لا تجتهدون بتاتا فقط تقولون الدراسة صعبة وفقط لا هذه ليست طريقة للدراسة لا تكذب على نفسك لا تكذب على والديك ولا تكذب على أي أحد آخر إذا كنت تريد أن تنجح يجب أن تجتهد لا يأتي النجاح بالنوم يا أحبائي المهم دون أن أطيق اليوم اخترت لكم تمارين 37 صفحة 29 أين هو التمارين 37 صفحة 29؟ هذا التمارين من امتحان شهد تعليم مطوص ماذا يقول؟ A وبي عددان حيث A هو يساوي 3 في جذر 8 في جذر 2 B يساوي 2 جذر 27 نقص 2 جذر 3 زائد جذر 12 السؤال الأول بي أن أعدد طبيعي أكتب العدد بيع على الشكل أجذر 3 حيث أعدد طبيعي بي أن أعلى بي ساوي 2 جذر 3 على 3 طبعا أنا لن أشرح سوف أحل المباشرة لماذا؟ قلت لكم شرحت الدرس شرحت كل المعلومات بالتفصيل لن أعيدها مرة أخرى الذي لم يفهم يعود إلى الدرس ويفهم الآن نبدأ بالحل قلنا ماذا قال لي في الأول؟ أتذكر قال لي بين أن أعدد طبيعي قلت لكم هذه كلمة بين هي نفسها كلمة أحسب معناها أحسب A وسوف تجده أعدد طبيعي لدي A ماذا يساوي 3 في جذر 8 في جذر 2 درسنا قاعدة تقول أنه عندما يكون لديك عملية ضرب الجذور يكون الجذرين مفصولين تستطيع أن تكتبهما غير مفصولين معناها جذر 8 في جذر 2 أستطيع أن أكتبه جذر 8 في 2 هذه تصلح فقط في الضرب والقسمة لو كان هنا جمع أو طرح لا تصلح في الضرب والقسمة أستطيع أن أكتبهما معا أو أكتبه كل واحد لوحده ماذا يساوي يساوي ثلاثة جذر 8 في 2 يساوي جذر 16 إذن 8 في 2 يساوي 16 ويساوي ثلاثة في جذر 16 ماذا يساوي ساوي أربعة وثلاثة في أربعة ماذا يساوي ساوي 12 انظروا يا إحباء الذي يجتهد الدراسة بسيطة لا تقولوا الدراسة صعبة قولوا نحن لا نجتهد ولا ندرس لا تقولوا الدراسة صعبة بسيط جدا الحل هذا A ثم قال لي أكتب B على الشكل A جذر 3 الآن نذهب إلى B هذه أولا ثانيا B نبسطه أكتبه على الشكل A جذر 3 ناقص 2 جذر 3 زائد جذر 12 عندما يعطيكم الجذر سهل عليكم هنا قال لك أكتب B على الشكل A جذر 3 قال لك أكتبه على الشكل A جذر 3 عندما يعطيك الجذر هنا بسيطة جدا لو قال لك مثلا أكتبه على الشكل A جذر B هنا أنت تبحث عن B لكن قال لك أحسبه على الشكل A جذر 3 أعطاك الإجابة أعطاك 3 ماذا نفعل نحن نقسم على 3 وفقط هذا 3 الذي أعطاه نقسم عليه وفقط B يساوي 2 جذر 27 على 3 هي 9 9 في 3 ناقص 2 جذر 3 تبقى كما هي جذر 3 زائد جذر 12 نقسم 12 على 3 يساوي 4 في 3 دائما إذا أعطاني العدد هذا تحت الجذر أقسم عليه وفقط B ماذا يساوي جذر 9 ماذا يساوي يساوي 3 لكن عندما يخرج هذا جذر 9 يصبح يساوي 3 يجدي 2 و3 في 2 كم يساوي يساوي 6 ناقص 2 جذر 3 هنا جذر 4 ماذا يساوي يساوي 2 تقول يا أسدي ماذا هنا جذر 4 يساوي 2 بقي 2 وهنا جذر 9 يساوي 3 أصبح 6 هنا يوجد 1 يوجد 1 عندما أقول جذر 4 يساوي 2 2 في 1 يبقى كما هو 2 لكن جذر 9 يساوي 3 في 2 يصبح 6 إذن B يساوي 6 هنا ناقص 2 زائد 2 يبقى 6 جذر 3 لماذا؟ لأن هنا نفس العدد ناقص 2 جذر 3 زائد 2 جذر 3 واحد سلب واحد موجب نفس العدد تصبح النتيجة 0 هذا أيضا سؤال تاني بسيط قال لي أكتب بي على شكل ممكن كتبته ثم السؤال الثالث قال لي بين أن A على B يساوي 2 جذر 3 على 3 قلت لكم عندما يقول لك بين معناها أحسب معناها أحسب هنا أحسب A على B وفي الأخير سوف تجد النتيجة 2 جذر 3 على 3 هذا ما معناه بين أن A على B يساوي جذر 3 أنا أبدأ من هنا وأصل إلى هنا نبدأ أولا من هنا A على B ماذا يساوي؟ الآن بما أنك في الأسئلة السابقة بسط A و B الآن لا تعمل بهذا A لا تعمل بهذا وهذا لا هذا غير مبسط وهذا غير مبسط أنت قمت بتبسيط A انظر هنا قمت بتبسيط A وقمت بتبسيط B الآن نعمل بالنتائج المبسطة حتى يكون العمل سهل A ماذا وجدناها هنا؟ وجدناها 12 بعد التبسيط B عندما بسطناها وجدناها 6 على جذر 3 الآن ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن هناك اختزال ما هو هذا الاختزال؟ هنا 12 يقبل القسمة على 6 12 على 6 يساوي 2 وهنا 6 على 6 يساوي 1 إذن أستطيع أن أختزل تقول يا أستاذ وإذا لم أختزل ماذا يحدث؟ لن يحدث شيء سوف أعمل بهذه النتيجة وأجد هذه وأعمل بهذه وأجد هذه نبدأ مع هذه مثلا أنت لم تختزل وجدت 12 على 6 جذر 3 أنت تنظر للنتيجة التي وجدتها وللنتيجة الذي طالبها نقارن أنا وجدت جذر 3 في المقام وهو وجد جذر 3 في البسط لا يهمني الأعداد الأعداد سوف أختزلها لا يهمني سوف أختزل وأجدها يهمني أنه هو طالب النتيجة جذر 3 في البسط وأنا وجدها في المقام أقارن الآن في المقام وفي البسط الآن عندما نجد الجذر في المقام درسنا يعني للذي يتابع ويجتهد ربما معظمكم لا يعلم أننا درسناها درسنا سابقا أن الجذر يمكن أن نتخلص منه في المقام كيف عندما يقول لك أكتب هذا الكسر على شكل نسبة مقامها عدد ناطق الآن هو لم يسأل هذا السؤال لكنني سوف أستعمله لماذا؟ لأنني أعلم أن هذا السؤال يخلصني من الجذر في المقام هو هذا السؤال الذي يقول فيه أكتب هذا الكسر على شكل نسبة مقامها عدد ناطق قلنا ماذا نفعل؟ هنا لدي عملية ضرب قلنا عندما يكون لديك عملية ضرب تضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام الذي لا يفهم دائما أقول لكم عودوا إلى الدروس اجتهدوا افهم الدرس جيدا ثم حل التمارين الآن نضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام ماذا يصبح لدي؟ يصبح لدي هنا 12 جذر 3 لا أستطيع أن أحسبها تبقى 12 جذر 3 وهنا جذر 3 في جذر 3 يساوي جذر 9 وجذر 9 يساوي 3 ولدي 6 سابقا 3 في 6 يساوي 18 أعيد جذر 3 في جذر 3 أنا لا أستطيع أن أضرب العدد في الجذر لذلك تركته كما هو لكن أستطيع أن أضرب الجذر في الجذر جذر 3 في جذر 3 يساوي جذر 9 وجذر 9 يساوي 3 في 6 هذه لدي سابقا هنا 6 تصبح 18 الآن عندما تصل إلى هنا إذا لم تعرف كيف تختزل قم بحساب البي جي سي دي نحن لماذا درسنا القاسم المشترك الأكبر لماذا درسنا البي جي سي دي كي نختزل معناها إذا لم تعرف كيف تختزل هنا قم بحساب البي جي سي دي تحسب البي جي سي دي 12 و 18 تجده يساوي 6 لو حسبت بي جي سي دي الآن نقسم على البي جي سي دي 12 تقسيم 6 جذر 3 هذا البسط والمقام 18 تقسيم 6 قلنا عندما نجد البي جي سي دي نقسم عليه 12 تقسيم 6 ماذا يساوي ساوي 2 جذر 3 18 تقسيم 6 ماذا يساوي يساوي 3 وجدت أنه A على B يساوي 2 جذر 3 على 3 وهو ماذا طلب مني طلب مني بي أن A على B يساوي 2 جذر 3 على 3 انظروا بسيطة جدا يعني الذي يركز والذي تابعني سابقا أنا أؤكد لكم من يتابعني لن تحتاج إلى أي شيء آخر لو كنتم تتابعونني بجدية وتتابعون شرح الدروس بجدية لن تحتاج إلى أي شيء آخر سوف تفهم كل الرياضيات وببساطة بإذن الله وأنا لا أفتخر بنفسي لا لا ليس أنني أفتخر بنفسي لا لكن لأنني أعلم أن الرياضيات سهلة وبسيطة بشرط أن تكونوا أنتم مجتهدين انظر وجدتها ببساطة واستعملت الكسر غير المختزل تقول يا أستاذ ولو استعملت هذا الكسر المختزل لو اختزلت من الأول تجد النتيجة مباشرة يعني إذا اختزلت في الأول لن تختزل في الأخير وإذا لم تختزل في الأول سوف تختزله في الأخير كيف أختزل؟ أحسب بي جي سي دي القاس المشترك الأكبر درسنا درس بي جي سي دي كي نستعمل هذا القاس المشترك الأكبر الآن انتهينا من التمرين سبعة وثلاثون الآن نذهب إلى التمرين تمانية وثلاثون وهذا التمرين أيضا من شهادة التعليم المتوسط انظروا معي ماذا يقول التمرين تمانية وثلاثون يقول أيضا قلنا من امتحان شهادة التعليم المتوسط ماذا يقوله؟ يقولوا إليك الأعداد A, B, C حيث A أعطاني A وأعطاني B وأعطاني C قالي أحسب A و أكتبه على الشكل العشوري أعطي الكتاب العلمي العدد B أكتب C على أبسط شكل ممكن نبدأ مع A قالي أحسبه و أكتبه على الشكل العشوري يعني أكتبه على شكل العدد عشوري لا تتركه كصف أكتبه على شكل عدد عشوري نبدأ مع الحل لدينا A يساوي نحسبه A قلنا في الحساب الأولوية للضرب والقسمة ثم الجمع والطرح معناها 3 على 5 يبقى كما هو زائد هنا الأولوية للضرب البسط في البسط المقام في المقام 2 في 7 14 و 5 في 4 يساوي 20 A يساوي المقام المشترك هو 20 إذا لم تعرف لماذا المقام المشترك هو 20 ارجع للدرس السابقا شرحت كل شيء الآن 20 على 5 يساوي 4 4 في 3 يساوي 12 وهنا يبقى كما هو 14 إذن A ماذا يساوي يساوي 26 على 20 هذا بكل بساطة سهل جدا هذا السؤال أول حسبت الآن ثانيا ماذا قال لي قال لي أعطي الكتاب العلمية للعدد به طبعا هنا الكتاب العلمية أنا سوف أجيب مباشرة لكن إذا لم تفهموا الكتاب العلمية أو أنكم نسيتموها فقط رسلوني عن طريق صفحتي على الفيسبوك تجدون رابطها أسفل الفيديو واطلبوا مني أن أشرح الكتاب العلمية بالتفصيل أنا لن أشرحها إلا إذا طلبتم الآن ها هي بي ها هي بي أكتبوها كتاب علمية الآن بي يساوي 1.2 في 7 انظروا ماذا أفعلنا في الكتاب العلمية الأعداد مع بعضها والأسس مع بعضها العدد مع العدد مع العدد على 12.5 الأعداد مع بعضها البعض هذا مع هذا مع هذا الآن والأسس مع بعضها البعض هذا الأسس مع هذا 10 أسس ناقص 2 على 10 أسس 3 الآن بي يساوي ماذا أفعل الآن الآن هذه الأعداد تحسبها باستعمال الآلة الحاسبة 1.2 في 7 على 12.5 بالآلة الحاسبة يعطيني 0.672 في هذه لا داعي للآلة الحاسبة 10 أس ناقص 2 10 أس ناقص 2 في هذا الأس عندما يصعد من المقام إلى البسط نغير له الإشارة كان 10 أس زاء 3 يصبح 10 أس ناقص 3 لو كان 10 أس ناقص 3 يصبح 10 أس زاء 3 أنا أفضل هذه الطريقة استطيع أن أحسب مباشرة لكني أفضل هذه الطريقة الآن درسناها في الثالثة متوسط عندما نضرب الأسس ماذا نفعل عندما يكون لديها نفس الأسس ماذا أفعل؟ أحتفظ بالأسس وأجمع الأسس ناقص 2 زائد ناقص 3 هي ناقص 5 هذا درس الأسس درسناه سنة الثالثة متوسط بماذا يساوي سفص 72 في 10 أس ناقص 5 الآن أنا ما دفعت أنا هنا لم أكتب كتابة علمية أنا حسبت وفقط في شهد تعليم متوسط عندما يعطيك مثل هذا المثال أنت في الأول تجيب على مرحلتين في الأول تحسب ثم النتيجة تكتبها كتابة علمية دائما على طريقتين أنا هنا لم أكتب كتابة علمية في الأول أحسب فقط حسبت بماذا يساوي الآن الكتابة العلمية بيساوي الكتابة العلمية لا يجب أن تكون بصفر فاصل هي يجب أن تكون ب 1 فاصل 2 فاصل 3 حتى 9 فاصل من 1 إلى 9 فقط لا تكون 0 أقل من الواحد ولا تكون أكبر من التسعة لا تكون مثلا 11 فاصل هي من 1 إلى 9 لذلك هذه الفاصلة أنقلها إلى هنا يصبح لدي 6.72 في 10 أس ناقس 1 لماذا في 10 أس ناقس 1؟ هنا الفاصلة عندما نقلتها من هنا إلى هنا هنا ضربت في 10 أس ناقس 1 كي تعود إلى هنا لماذا؟ لأن هذه اسمها كتابة علمية هي الكتابة علمية نغير الكتابة النتيجة لا يجب أن تتغير يجب أن تبقى تساوي 7.672 لكن أنا هنا كتبتها 6 فاصل حتى تعود كما كانت تساوي 7 فاصل ضربتها في 10 أس ناقس 1 كأنني أزحت الفاصلة وأرجعتها كأنني لم أفعل شيء بالنتيجة غيرت الكتابة فقط ثم في 10 أس ناقس 5 كانت سابقا هذه 10 أس ناقس 5 كانت موجودة سابقا وهذه 10 أس ناقس 1 أنا كتبتها كي أعيد النتيجة كما كانت ثم بيساوي 6.72 قلنا نجمع الأسس 10 أس ناقس 1 ناقس 1 زائد ناقس 5 هي ناقس 6 بكل بساطة هذه الكتابة العلمية قلتم إذا أرتم أن أشرحها يمكنكم طالب هذا وسوف أشرح بإذن الله ثم في الأخير قال لي أكتب سي على أبسط شكله ممكن أين هي سي؟ ها هي سي هذه أكتبها بسطها سي يساوي جدر 175 ناقس جدر 112 زائد 6 جدر 7 طبعا قلت لكم في التبسيط كن دكي تذهب إلى أصغرهم إذا استطعت تبسيطه أبسطه ثم أعمل به هذا أصغرهم جدر 7 وأصغرهم إذا استطعت أن أبسط أبسطه ثم أعمل به إذا لم أستطع أن أبسط ماذا أفعل أقسم عليه مباشرة تأن هنا جدر 7 لا أستطع أن أبسطه ماذا أفعل أقسم عليه مباشرة باستعمال الآلة الحاسبة 175 قسمة 7 ماذا يعطيني يعطيني 25 إذن 25 في 7 ناقس 112 بالآلة الحاسبة قسمة 7 ماذا يعطيني يعطيني 16 في 7 قلنا وهذا الأخير جدر 7 لا أستطيع أن أبسطه سيساوي جدر 25 هي 5 جدر 7 لا يحسب أجده بالفاصلة غير منتهية جدر 16 يساوي 4 والأخير يبقى كما وست جدر 7 قلت لكم في الجمع والطرح إذا كان لدي نفس العدد تحت الجدر أستطع أن أجمع وأطرح تقول الأستاذ ولو لم يكن لدي نفس العدد تحت الجدر أتركه كما هو لو كان هنا جدر 5 هنا جدر 7 هنا جدر 11 ليس لدي نفس العدد تحت الجدر لا أحسبهم تبقى كما هو كي أجمع وأطرح يجب أن يكون لدي نفس العدد تحت الجدر الآن 5 ناقص 4 1 1 زائد 6 7 سيساوي 7 جدر 7 كتبته على أبسط شكل ممكن كيف عرفت أنني كتبته على أبسط شكل ممكن لأنك لا تستطيع أن تبسطه مرة أخرى دائما أقول لكم الرياضيات سهلة اجتهدوا فقط من يقول الرياضيات صعبة هو يكذب سواء كان أستاذ أو كان تلمد الرياضيات سهلة نحن من لا نجتهد يجب أن نقول الحقيقة ويجب أن نعترف نحن من لا نجتهد ومن لا ندرس المهم يا أحبائي أتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته